السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم Zorin OS هي واحدة من التوزيعات اللي بآخر كام سنة ازدادت شعبيتها لأنه أغلب المراجعات والتقنيين اللي بيحكوا عن هاي التوزيع والموقع الرسمي لZorin OS بيقولوا أنه هي توزيع مناسبة للمبتدئين وللقادمين الجدد لعالم لينوكس هذا الكلام إلى نوع ما هو كلام صحيح لأنه التوزيع بسيطة واجهتها مألوفة والتعامل معها بسيط للغاية خلينا اليوم نشوف شو هي Zorin OS هل هي فعلا مناسبة لأغلب الناس هل هي صعبة الاستخدام شو الشي اللي بيميزها عن غيرها وما إذا كانت بتستحق أنك تجربها أو تستخدمها أو لا بالبداية Zorin OS للي ما بيعرف فهي مبنية على أوبونتو والإصدار الأخير اللي هو الإصدار 16 منها مبني على أوبونتو النسخة LTS 2004 هذا الكلام بيخليها تقريبا سنتين قديمة بفيقله بعض الإيجابيات وفيقله بعض السلبيات من السلبيات طبعا أنه ما رح تكون عمالها تستخدم أحدث التطبيقات بأحدث إصداراتها وإنما عمالها تكون عم تستخدم تطبيقات قديمة مثل ما رح نشوف بعد شوي أنه مثلا بالنسبة لإصدار جنوم فهي عمالها تستخدم الإصدار 38 اللي صار قديم جدا هلأ نحن رح نصير رح نوصل بعد شهر تقريبا للإصدار 42 من جنوم بينما من إيجابياتها أنه النسخة طبعا باعتبار أنه مبنية على LTS فهي نسخة مستقرة وطبعا وبونتو هي نسخة مستقرة فهي توسيعة مستقرة فمن شان هيك فما في عندي أي مشاكل أني استخدمها بشكل دائم واحدة تانية من الإيجابيات أو من الأشياء اللي جماعة Zorin OS بيحكوها أنه التوزيعة أنه التوزيعة مناسبة للهاردوير الأديم هلأ هاي النقطة أغلب الناس بتفهمها بشكل غلط ما قولت أنه مناسبة للهاردوير الأديم هذا الكلام من وجهة نظري ممكن بعض الناس يخالفوني الرأي بس من وجهة نظري أنه بتنطبئ فقط على الرامات اللي عندك لأنه التوزيعة مثل ما رح نشوف بتقدم عدة خيارات في عندي نسخة الكور في عندي نسخة اللايت وفي عندي نسخة البرو نسخة اللايت اللي بيقوله أنه ممكن أنه تشتغل على كمبيوتر عمره 15 سنة لأنها بتستخدم الواجهة الرسومية أو الديستوب انفيرومنت XFCE ميزة XFCE أنه ما بتستهلك رام بشكل كبير بينما المعالج إذا كان عندك معالج عمره 10 سنين فأكيد حتى لو حطيت عليه نسخة أو توزيعة بدون واجهة رسومية بالمرة فأنت ما رح تزيد من سرعة المعالج أو ما رح تزيد من عدد كوراته فهذا الكلام يعني اللي أغلب الناس بتقوله أنه اي بتشتغل على توزيع على هاردوير قديم بتشتغل بتشتغل لأنه ما بتستهلك رام أما ما رح تخلي لك جهازك أسرع يعني إذا كان عندك ميوتر عمره 10 سنين وهم 16 سنة وحاطت عليه ويندوز الويندوز ما عاد يشتغل لأنه الويندوز بالأساس بيستهلك رامات بشكل كبير فاللي ممكن أنك تستفيد منه من هاي التوسيعات سواء كانت زورين أو أي توسيع تانية بتستخدم الـ XFCE هو أنه ما بيستهلك رام يعني ممكن أنك تفتح برنامج و 2 و 3 بنفس الوقت بدون ما تستهلك 1 جيجا أو 2 جيجا من الرام يعني إذا عندك 2 جيجا رام ممكن أنك تنزل هاي التوسيعات بس إذا بدك تفتح المتصفح المتصفح بيستهلك من موارد الجهاز بحاجة لأنه يكون في عندك معالج نوعا ما سريع خاصة مع متصفحات اليوم اللي بتعتمد بشكل كبير عجابة اللي بتعتمد على أنك تشوف فيديوهات ومن هالأمور فهاي الشغلات لازمها معالج أكتر من الرامات صح الرام ضروري بس إذا معالجك بطيء فلا هاي التوسيع ولا غيرها رح تسرع لك هاي النقطة خليها ببالك لحتى ما تجي وتقول أنه ماشي أنا جربتها على جهازي بس ما حسيت الفرق ما حسيت الفرق لأنه جهازك قديم يعني ما فيك تعمل أي شي لأنك تزيد سرعة المعالج هلا مثل ما حكيت زورين بتجي بتلت نسخة نسخة البرو اللي هي نسخة مدفوعة من زورين وليست نسخة مجانية في عندي نسخة الكور وفي عندي نسخة اللايت الكور بتستخدم الواجهة الرسومية مثل ما حكيت هي إصدار قديم اللايت بتستخدم الـ XFCE اللي برو هي نفس الكور بس في عليها إضافات الإضافات بتجي بالبرامج فنسخة اللايت بيجي مسبة عليها كل البرامج اللي ممكن المستخدم سواء جديد أو متقدم أنه يحتاجها بيجي معها برامج جرافيكس بيجي معها برامج تعديل صوت بيجي معها برامج تعديل فيديو بيجي معها حزمة أوفيس يعني من كل هالأمور اللي بدأ ما تروح أنك أنت تثبتها بنفسها فجماعة زورين أو اس ثبتوها بشكل مسبق ليش هي نسخة مدفوعة؟ ومالها مجانية بس لأنه الفريق اشتغلوا هنين وعمالهم يضيفوا البرامج فمعناها يعني هنين بسا ما لوني ياخدوا ثمن الوقت اللي يستغرقوا وهنين عمالهم يضيفوا هاي البرامج هلأ أنت هل مضطر أنك تستخدم النسخة المدفوعة؟ أكيد لا لأنه نسخة الكور وحتى نسخة اللايت في منها نسخة مدفوعة فبالنسبة لنسخة اللايت البرو الإضافات اللي فيها مثل ما حكيت هي البرامج وفي عندي شوية ثيمات ما لها موجودة بالنسخة المجانية بالنسبة لعملية التنصيب فهي مثلها مثل أي توزيع قبونتو تانية ما فيها أي شي معقد فكل ما عليك أنك تعمله هو أنك تختار لغة الجهاز تختار لغة الكيبورد تختار المكان أو الهارد اللي بدك تنزل عليه التوزيع تضع تختار المنطقة الزمنية تضع اسم المستخدم، اسم الجهاز، كلمة السر، وتعطي متابعة وخلال خمس أو عشر دائم بالاعتماد على مواصفات جهازك بتكون التوزيع جاهزة للاستخدام الشي الوحيد اللي لاحظته بالتوزيع التوزيع هو الاختلاف بين اللايت والكور وقت اللي تكون عمالك تنزلها أول ما تقلع من الفلاشة أو من ملف الايزو أنه نسخة الكور بتعطيك خيار أنك تقلع مع درايفرات انفيديا مباشرة هذا الكلام بيسهل عليك طبعا بعد عملية التنزيل أنه أنت ما بدك تروح وتجيب الدرايفرات في حين أنه نسخة اللايت ما بتجي مع هذا الخيار طبعا حتى لو ما كان موجود هذا الخيار أو أنت منزل نسخة اللايت فباعتبارها وبونتو بعد ما نقلع من النظام لأول مرة أو إذا ما بدك تنزل درايفرات انفيديا فمنروح للأديشينال درايفر وبننزل درايفرات انفيديا بكل بساطة الشغل الثاني اللي ما عجبتني بالإنستولر هو في عندي بمرحلة من المراحل وقت اللي بيكون عمل ويسألني إذا بتنزل درايفرات أو التحديثات في عندي خيار ثالث أنه هو يأخذ شوية إحصائيات عن عدد المستخدمين اللي مستخدمين زورين هذا الخيار بشكل أوتوماتيكي مفعال ياريت لو كانوا تاكينوا بشكل افتراضي غير مفعال والمستخدم له الحرية أنه يفعلوا أو لا هلا طبعا ما في أي شي غلط لأنه هني ما عملهم يأخذوا أي بيانات شخصية كلمة هونالك إنه بس بدهم يعرفوا عدد الناس اللي عمالهم يستخدموا التوسيع بس بالنسبة إلي بفضل إنه يكون هذا الخيار افتراضي غير مفعال وإنت إليك الحرية إنك تفعله بالنسبة للنسختين سواء كانوا اللايت أو الكور فهنين أبيجوا مع دعم تطبيقات بنسخة اسناب وبنسخة فلاتباك بشكل أوتوماتيكي طبعا مع مستودعات الـ APT الخاصة بوبونتو وديبيان باعتبار إنه وبونتو مبنية على ديبيان فأنا إذا كان في عندي برنامج بنسخة قديمة وبدي أحصل على نسخة جديدة بالـ APT ما رح لقيه فممكن إني نزله إما عن طريق الفلاتباك أو عن طريق الاسناب كل هذا الكلام بساوي مباشرة من متجر التطبيقات وما في داعي إني روح للتيرمينال طبعا ميزة الفلاتباك أنا شخصيا بفضلها أكثر من الاسناب إنه التطبيقات أو البرامج بتكون متكاملة مع بعض يعني أنا بنزل حزنة واحدة ما في داعي إني نزل أي هي برامج مرتبطة بهذا البرنامج لحتى تشتغيله فالبرنامج بشكل كامل بيكون كونتينر فلهذا الشي أنا وقت اللي برجع بحزف هذا البرنامج رح يحزف كل الـ وما بيأثر على البرامج اللي نازلي على جهازي بشكل افتراضي أو اللي أنا نزلتها واحدة تانية من الشغلات اللي بتميز الزورين أو اس هي الزورين أبيرانس عن طريق هذا البرنامج أو هاي الاكستينشن في حال كنا عمالنا نحكي على الكور على نسخة الكور أو هو برنامج مستقل في نسخة اللايت اللي بتسمح لي إنه غير مظهر التوزيع بالشكل اللي بديها بدون ما يكون مضطر إني روح ونزل أي برامج إضافية باللغنوم كلنا بنعرف إنه أنا بنزل التويكس وبنزل الاكستينشن لحتى ضيف برامج أو ميزات وخصائص إضافية للنظام بحالة زورين فهي الشغلي جاي مبنية بشكل جاهز بالنظام وما في داعي أني روح ونزلها مرة تانية الزورين أبيرانس بيسمح لي أني غير اللي آت اللي هي شكل الشريط اللي موجود من تحت فأنا بلاحظ أنه بنسخة اللي فري أنا بيكون في عندي أربع لي آت مختلفة بتعتمد مثلا في منها الشكل مودرن في منها الشكل الأديم في منها الشكل شبيه بالويندوز في منها اللي آت الجنوم التقليدية من نفس الابيرانس ممكن أني اختار الثيم إما يكون بلون فاتح أو بلون داكن من نفس أو ممكن كمان أني غير اللون الثانوي ممكن بالانترفيس مثلا أني غير أماكن الزرار الزرار العلوية للنافس حطها على اليمين أو على الإسار هاي الشغلات اللي موجودة بالغنوم تويكس فأنا موجودة عندي بشكل مباشر في عندي بعض الشغلات الإضافية اللي بتضيف عندي مؤثرات للنافسة المفتوحة مثلا ممكن أني وقت اللي يحرك النافسة إذا فعلت وضع الجيلي مود أنه يصير يعطيني أنه الشاشة تتحرك كأنه مثل مثل أنديل البحر أو يعني مثل الجيلي يعني بعض الحركات اللطيفة اللي جماعي زورين حاطينها طبعا ممكن بالنسبة للبانيل اللي من تحت للشريط التاسك بار ممكن أني يغير مقاسه ممكن أني أعمله أنه يختفي ممكن أني يحطه بأي طرف من أطراف الشاشة فهاي كمان واحدة من شغلات اللي زورين او اس حطوها لحتى المستخدم ما يروح إذا كان جديد أو مبتدئ ما يروح ويدور شلون بدي يسويها فهي موجودة بالنصان بشكل مباشر طبعا مثل ما حكيت أنه الاكستنشنز اللي بالعادة المستخدم بيروح على مواقع لحتى ينزل الاكستنشنز اللي كامل ضمن النظام واحدة من أهم الاختلافات بين نسخة الكور ونسخة اللايت هو برنامج زورين كوننكت بالأساس هو ليس برنامج وإنما هو اكستنشن للبنوم هاي الاكستنشن او البرنامج موجود فقط بنسخة الكور وغير موجود بنسخة اللايت الزورين كوننكت شو بيساوي بيسمح لي أني أربط جوالي مع الكمبيوتر بحيث أنه وقت اللي اوصل وقت اللي اوصل هلو البرنامجين بالأساس أنا لحتى تشتغل عندي الزورين كوننكت لازم أني كون بنسل التطبيق على الاندرويد من وين بنسله على الاندرويد بنسله اما من الجوجل بلاي هو موجود او طريقة اللي انا بنصح فيها شخصيا مثل ما حكيت بالفيديو الماضي أنه استخدم الاف درويد بعد ما نسل البرنامج لازم اني او اعمل عملية مقارنة بينه وبين كمبيوتري لحتى متى ما اتصلوا وتعرفوا الكمبيوتر على الجوال والجوال على الكمبيوتر بيصير ممكن اني استقبل التنبيهات او الكمبيوترات اللي بتوصل على الكمبيوتر اللي بتوصلني على الجوال ممكن اني بصير بتظهر عندي على الكمبيوتر مباشرة فعن طريق الزورين كوننكت متى ما نزلته رح يصير في عندي مجال اني استخدم البرنامج او الجوال ممكن اني استخدمه كماوس طبعا اداءها ما لقيته بالشكل المناسب يعتمد على جهازك اذا كان كبير او صغير يعني ما له الخيار الافضل بس ممكن انك تستخدم لانك تستخدمه كماوس ممكن انك تتحكم بملفات المالتي ميديا ممكن انك ترفع الصوت ممكن انك تغير مستوى الصوت على الكمبيوتر كل هاد شي بتزاوي مباشرة من الهاتف المحمول ممكن انك تتحكم بملفات الصوت ممكن متى ما حكيت انك تبعث رسائل اس ام اس ممكن انك تستقبل المكالمات اللي بتجيك من الكمبيوتر مباشرة هاد الكلام طبعا كله رح يطلب بالاعتماد على نسخة الاندرويد اللي عندك انك تعطي صلاحيات انه يوصل لهي الامور نعرف يعني لانه هاي تعتبر من انواع الخصوصية والامان فانا اذا ما بدي انه الاشعارات تطلع على الكمبيوتر فانا ما بعطي صلاحيات انه يوصل للاشعارات اذا ما بدي المكالمات ما بعطي صلاحية الوصول للمكالمات اذا ما بدي اعمل مزامنة بجهات الاتصال ما بعطي صلاحية بس طبعا هاي الميزة يعني بتخليك انه تستخدم تليفونك بشكل اقل بشكل اه بشكل اساسي فلا بقس فيها ومتل ما حكيت بذكر انه هاي الميزة موجودة على نسخة الكور فقط وليزة نسخة اللايت بالنسبة لنسخة اللايت متل ما حكيت فهي بتستخدم الواجهة الرسومية او الديسكتوب انوارمنت اكس اف سي اي طبعا هاد الشي بيخليها اخف بس منلاحظ انه رح يكون في عندي بعض الاختلافات مثلا بعض المؤسرات البصرية الجمالية ما رح تكون موجودة متل الشفافية الترانسبارنسي ما رح تكون موجودة عندي ولكن بالنسبة لديساين الويندوز نفسها مسلا بشوف انو في عندي الزوايا المدورة او الموجودة بالنسبة لثيم رح نشوف انو النسختين متشابهين ما فيهم اي اختلاف بالنسبة لي باعتبار انو التوزيتين استخدمتهم على نفس الجهاز النسختين شغالين عندي بكفاءة عالية ما لاحظت اي اختلاف من حيث السيابية او الثلاسة فالنسختين شغالين بس بالنسبة لنسخة اللايت باعتبار انو باعتبار انو عال اكس اف سي اي انا ما في عندي متجر تطبيقات فاللي موجود عندي هو متجر جنوم نفسه متل ما حكيت بيستخدم اصدار قديم وهي واحدة من النقط انو رح شوف انو في عندي برامج مثلا بتستخدم النسخة ثلاثة ثمانا وثلاثين برامج تستخدم ثلاثة ستة وثلاثين برامج تستخدم اه اربعين فما في عندي تناسق بين الاصدارات اللي عمالهم استخدموها هذا السبب راجع لانو متل ما قالت انو هي مبنية على وبونتو التي اس والنصص عمرها تقريبا سنتين بس كمان بالنسبة لللايت في عندي من الزورين في عندي ممكن اني غير اللي هي على خلاف نسخة الكور انا في عندي بس ما موجودين الاربع اللي موجودين بنسخة الكور ممكن اني غير الثيمات وممكن اني خصص النظام لابعد الحدود باعتبار انو اكس اف سي اي هي اه واشها الرسومية يعني صح انت اذا كنت منزلها بنسخة خام راح تشوفها قبيحة و او ديتد و قديمة كتير بس بكل بساطة ممكن انك تخصصها للشكل اللي بدك ياه متل ما شايفت بزورين او اس يعني ما بتحس انو فيها في فيها اي اختلاف عن نسخة النوم بنهاية الفيديو زورين او اس هي واحدة من التوزيعات اللي متل ما حكيت ببداية الفيديو يعني عصرية خفيفة مناسبة لاغلب المستخدمين المبتدئ والمتقدم والجاي جديد كل الناس ممكن انها تتعامل معها ببساطة ما راح تلاقي اي مشاكل انك تستخدمها هل انصح بنسخة الكور او نسخة اللايت هاد الشي راجع بس للرامات اللي عندك اذا كنت عمالك تستخدم نفس المعالج الاختلاف بس بالرامات فما راح يكون في اي اختلاف بالاداء النسختين الجيدين جدا انصح باستخدامها بس باتي وار انه هلا نحن بشهر واحد وبعد اربع شهور او بشهر اربع راح تنزل نسخة وبونتو الالتي اس الجديدة اللي هي اتنين وعشرين صفر اربع فانا بتوقع انه بعد اربع او خمسة شهور راح يكون في عندي اصدار جديد من زورين اللي راح تستخدم نسخة او بونتو الالتي اس الجديدة بس اذا انت حابب انك تجرب هاي النسخة بالفترة الحالية من هون حتى يصطر الاصدار الجديد من او بونتو فالتوزيع انصح فيها بشدة وكتقييم بعطيها تسعة ونصف من عشرة بس لانه بالنسبة لنسخة اللايت الزورين كونكت ما لموجود عليها غير هيك ما في عندي اي شي يضيفوا على التوزيع او على الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة اذا ما لكم مشتركين اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب لا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم بالتأفيكم بالفيديو الجاية وبامان الله